سرائب دين اه ايه دا ليه سبت المسلسل دا ايه ايه سؤال دا دا لسه انت شفت حاجة انا قلت اجيبك في الهادي كدا في الاول و انا اضحك اه اوكا شكرا سبت سرائب دين لان انا الاول جالي بس ثمان حلقات و انا وفقت على ثمان حلقات و جيت قبل ما اصور بيوم فين يا جماعة بقيت الحلقات هم مجبكيش أو لأ مجبوليش فجيت شفت الحلقات جالي صدمة حضرية من دوري من مسلسل طبعاً من رأيها مجبتش تعرفين دورك كده؟ نو خالص خالص همالك بتفاكرة إيه؟ لأنا فهمتوا من الأول خالص إن أنا هبقى عشيقة من عشيقات الخداوي أو مراته يعني لسه مكادش حددت المؤلفة بتعمل إيه بالزبط وبعدين قلت للحاجة عمر أنا مش عايز أشتغل كان تصوري بعد بكرة قلت له حصل كذا كذا قبل ما تصوري قبل ما تصوري قبلها بيومين بيومين تقول ما بيومين عشان هو الراجل محترم قوي عمر عرفة بجد وقالي عطام خاطرها ما هو أنا شفت طبعاً والله أنا طلعت بحب الناس هو أكتر من نفسي شفت يعني بتحجي الحاجة عمر عرفة زي أولادي بالزبطة زي أولادي بالزبطة لا مش كده بس هو أنا والله فعلاً أنا بحس اللي بيبقى محترم محترم وديسنت كده اه تعمفيش تقولي له لا أو تبوزي له نحن عندي مصيبة في الموضوع ده فروحت كاملتي غزباً عنك؟ كملت قال لي بس يا دالي هنكمل 13 حلقة مش أبتر طب ما حاولتش تزبطي حاجة في اللي ما أنا هقولك قال لي هنعمل 13 حلقة الجزء الأولاني وأوعدك لو ما تزبطش امشي أنا بقولك امشي ده بناء على الحاجة عمر ما تزبطش ما تزبطش ما تزبطش لأ جابو لي ورع الأول أهو مظبوط وفعلاً لقيت إنه خلاص فيه علاقة بيني وبين الخداوي وبعدين؟ في الجزء اللي بعدين وبعدين لقيت حلقات جاية تانية تتعدل أنا مش موجودة فروحت قلت له طب أنا ممكن أمشي يا حجي وبتاع قال لي آه طبعاً وكلمت مع بتوع الأم بي سي وطلعوا متفاهمين جداً الموضوع لأنه الموضوع خارج عني أنا وعن الحجة عمراء وعن الأم بي سي فهو وعد أنا خدته إن المؤلفة دي هتمل كده ومعملتش بس وما قدمتش بقى أنت ما شتغلتش تاني معه؟ أنا؟ مستحيل أنت معلى حاجة قلت عليه يا لأ مستحيل ولا حاجة عملتها خلاص أنا عملتها